السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأيزاء في الحصة اليوم سوف نديرو نموذج من نماذج الامتحانات الموحدة الخاصة باستعداد لدورة يوليوز 2022 اذا امتحان تجريبي خاص بدورة يوليوز 2022 هذا الامتحان هو طبق ما جاء في الإطار المرجعي الأخير هذا مناسب للإطار المرجعي اذا اولا سوف نبدأ بقراءة النص إن الطابع الأساسي للبيت ليس هو عظمته ولا كونه قصرا أو منزلا عاديا بسيطا وإنما هو في الروح التي تسود بداخله أي في علاقة المحبة التي تربط بين أفراده فإذا غاب رابط المودة لن يشعر بالسعادة الحقيقية التي لا تنال بالجاه ولا المال وهذه المحبة ضرورية للقيام بمهمة التربية نفسها التي يحتاج إليها الأطفال في كل وقت مهمة البيت نبيلة جدا لأننا نتعلم فيه مبادئ والسلوكيات حسنة تجعل الإبن مواطنا صالحا مستعدا لاستكمال معلوماته لذلك فإن الذين يعتبرون البيت مهدى المعرفة الأول هم صادقون جدا أينما يهتم البيت بزرع محبة الوطن وحاسة الرحمة يفلح في بناء عقليات متحضرات إذن كان هذا هو النص دينا إذن قبل لي أن الكلمات لا يوجد كلمة صعبة وحدد نوعية النص بوضع العلامة في داخل الدائرة المناسبة هل النص عبار عن قصة أو خطبة أو مقالة أو رسالة إذن ليس بقصة أيضا ليس بخطبة وليس برسالة إذن هو مقالة مأخوذ عن كتاب النقداتي العلال الفاس أتمموا خريطة الكلمة التالية إذن نعطونا كلمة وقد ندروا لها الخريطة إذن هالكلمة هي غابة نوعها فعل مرادفها يعني المعنى ديالها غابة يعني مثلا ممكن نقوله تلاشة أو اندترة إذن اندترة أو تلاشة أو لا مثلا انقضى ثم ضدها ضد غابة حضرة و تركيبها في جملة غابة غابة عن الفصل الدراسي غابة التلاميذ عن الفصل الدراسي ثم ثم نمر إلى السؤال أملأ مخطط عائلة الكلمة البيت إذن عندنا هنا البيت وقد ندروا لها العائلة ديالها يعني المشتقات ديالك كلمة البيت إذن عندنا البيت مشتق من فعل بات ثم مثلا مبيت مبيت تبيت تبيت مثلا بيوت ممكن كتبوا بيتي مبيت ممكن كتبوا بيات أو أبيات إذن أمروا مباشرة للسؤال الرقم الثلاثة استخرجوا من النص المهمة التي يحتاجها الأطفال في كل وقت إذن في النص تطرق النص إلى الحديث عن أحد المهام التي يحتاجها الأطفال في كل وقت وهذه المحبة ضرورية للقيام بمهمة التربية إذن ما هي المهمة التي يحتاجها الأطفال؟ إذن هي مهمة التربية نفسها التي يحتاج إليها الأطفال في كل وقت إذن يحتاج الأطفال إلى مهمة التربية إذن لا نكتب الجملة كاملة إذن يحتاجون إلى مهمة التربية يعني مهمة التربية التي أساسها المودة والرحمة سؤال ثلاثة سؤال أربعة ماذا نتعلم في البيت؟ إذن مهمة البيت نبيلة جدا لأننا نتعلم فيه مبادئ وسلوكيات حسنة تجعل الإبنة مواطنة صالحة مستعدة لاستكمال معلوماتي إذن نتعلم في البيت المبادئ والسلوكيات التي تبني شخصية الفرد إذن نتعلم نتعلم مبادئ وسلوكيات حسنة تساهم في بناء الفرد أو ممكن نكتب الجملة للنص نتعلم مبادئ وسلوكيات تجعل الإبنة مواطنة صالحة مستعدة لاستكمال معلوماتي سؤال رقم خمسة حدد الفكرة الأساسية للفقرة الثانية إذا الفقرة الثانية هي هذه بادي من مهمة البيت نبيلة جدا لأننا نتعلم فيه مبادئ وسلوكيات حسنة تجعل الإبنة مواطنة صالحة مستعدة لاستكمال معلوماته لذلك فإن الذين يعتبرون البيت مهد المعرفة الأول هم صادقون جدا أينما يهتم البيت بزرع المحبة أو محبة الوطن وحسة الرحمة يفلح في بناء عقليات متحضرات إذن هنا الفقرة قد تحدثت على أهمية البيت في بناء شخصية الفرد وفي تعليمه مبادئ وسلوكيات تجعله إنسانا صالحا في المستقبل إذن هو بمثابة المدرسة الأولى التي تعلم فيها الطفل أهم الأساسيات التي يجب أن يمشي عليها إذن كفكرة أساسية يمكن القول البيت مهد المعرفة الأول إذن هذه كفكرة ما رأيك بوصف البيت بالمدرسة الأولى؟ إذن وصف الكاتب أن البيت هو المدرسة الأولى لأن الطفل يتعلم أهم المبادئ لأن الطفل يتعلم فيه أهم المبادئ الأساسية الأولى والتي تجعل منه مواطنا صالحا في المستقبل ثم سابعا ما القيمة الخلقية التي يرويج لها النص؟ إذن ما هي القيمة الخلقية التي يرويج لها النص؟ هي الحب مثلا المودة القيم النبيلة أو الأخلاق النبيلة إذن هذه مجموعة من القيم التي يدعو إليها النص نمر إلى المكون الثاني وهو مكون الظواهر اللغوية إذن السؤال يتعلق بالصرف وتحويل وصنف الأفعال التالية في الجدول سادة يعبره يزرع وضع يدعو أمرة إذن هذه الأفعال نصنفها إلى أفعال صحيحة أو أفعال معتلة وفي الأفعال الصحيحة نرى فعل سالم أو مهموز أو مضعف بالنسبة للأفعال معتلة ومثال أو أجوف أو ناقص لدينا فعل سادة إذن سادة هذا فعل معتلة في حرف العلة في الوسط إذن هذا أجوف سادة لدينا يعبره إذن هنا يعبره وخفي الشدة هذا لمشي مضعف إذن هذا وخفي الشدة لأننا عارفين أن الفعل المضعف هو الحرف الثاني والثالث من نفس نوع الفعل يعني من نفس الحرف بحال مثلا شادة شادة الثاني والثالث من نفس الحرف ما الذي نضغمه ويعطينا شدة إذن هنا هذا يعبره فعل سالم إذن سأكتبه هنا يعبره الأصل إذا ردنا هذا الأصل هو عبارة عبارة أصله عبارة إذن يعبره سالم إذن هذا فعل سالم أيضا سوف تنظر الألف همزة إذن هنا الفعل الأصل نحن نعرفه نحيضه له الحرف المضارعة رجعه في الماضي مع الضمير إذن إزرع زرع سالم زرع وضع إذن هذا معتل أو المثال وضع 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 عندنا يدعو نحاوله دائما الماضي بشبالنا دعا وامرا مهموز وهنا ما اعطوناش المضاعف ما كينش المضاعف ما تغلطوش بهذا درمش مضاعف وتميمو ملقى الجدول ادنا الفعل وغنخرج منو اسم الفاعل واسم مفعول ادنا فعل ثلاثي واحد جوج ثلاثة ناجحة إذا كان فعل ثلاثي وطلبو لنا اسم الفاعل كان ديوه على وزني فاعل يعني ناجحن ايضا اسم المفعول إذا كان ثلاثي ندره على وزني مفعول يعني منجوحن ثم عندنا فعل ساعدة هذا رباعي إذا هنا مزيد هذا الحرف يعني ساعدة فيه أربعة الأحرف ندره طريقة ديلة تحويله إلى المضارع وقال بحرف مضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره يجعل ما بين القوسين اسم زمان أو مكان حسب السياق يجعلنا اسم زمان أو مكان لدينا شاهد صديقه في الأصدقاء لدينا الفعل التقى إذا نبدو اسم مكان ندره ملتقى ملتقى الأصدقاء وضع ورقة الانتحان على لدينا فعل كاتبة الأستاذ على مكتبي مكتبي الأستاذ صغ اسم الآلة من الأفعال التالية وحدد وزنها لدينا جالة من جال من جال وزنها مفعال مفعال طبعة مط طبعة طبع 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 سؤال 5 صغ اسم التفضيل من الأفعال الثالي طبع 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 اعظم من البيوت تربية اكتب بالحروف الاعداد الواردة في الجمل التالية اشتريته العدد خمسة وعندنا اقلام اذا اقلام وعندنا هذا الاسم هذا المعدود مذكر العدد عندي من ثلاثة حتى التسعودية نطبق فيه القاعدة للاختلاف بمعنى ان هنا سيخالف العدد المعدود بما ان المعدود مذكر اذا العدد غيجي مؤنت اشتريته خمسة اقلامين اذا كيكون جمع مجرور بالاضافة المعدود كيكون جمع مجرور بالاضافة زورته عدي الرقم سبعة مكتبات نفس الشيء اذا هنا دائما قاعدة المخالفة اذا المعدود مؤنت بمعنى ان العدد غيجي مذكر زورته سبعة مكتباتين ثم غد نمروا مباشرة الى التراكيب استخرج من النص ما يلي فعل مضارع مرفوع بتبوت النون اذا هنا غد نقلبوا على الفعل مضارع اللي مرفوع بتبوت النون يعني من هيكون من الافعال الخمسة اذا هنا غد نقلبوا على الفعل مضارع مرفوع بتبوت النون اذا هنا غنكتبوا يعتبرون يعتبرون فعل مضارع منصوب بحذف النون اذا فعل مضارع كيتنصب بأن لن اذا كي لن يشعروا يشعروا ثم فعل مضارع كيتنصب بحذف حرف النون سوف نقلبوا يهتم او يفلح ثم السؤال الثاني وحولوا الجملة التالية حسب المطلوب يشاركوا في أنشطة القسم هنا غد نشدوا هاد الجملة غد نسندوها الى والجماعة بمعنى هم اذا دائما هو يشارك يعني مضارع فعل مضارع يبقى دائما مضارع اذا غندروا يشاركون في أنشطة القسم المضارع المجزوم مع إثناده الى ألف الاثنين يعني غندروا هما ولكن يكون مجزوم إذن غندروا مثلا لما او أدوات الجزم اللي عندنا كتجزم فعلين وكي اللي كتجزم غير فعل واحد إذن اللي كتجزم فعل واحد هي مثلا لنا هي وكينا لام الأمر وكينا لم وكينا لما إذن واحدة من هذا الربعة اللي غندروا إذن غندروا مثلا لم يشارك في أنشطة القسم إذن لم يشارك في أنشطة القسم سؤال الثالث أملأ الفراغ بالاسم المناسب حسب موقعي إعرابي في الجملة لدينا أبا أبو أبي إذن هذو الأسماء الخمسة سنشوفوا كل وحدة أشنو سنعرفين أن الأسماء الخمسة كتنصب بالآلف كترفع بالواو وكتجر بالياء إذن ساعد الصديق إبراهيم إذن ساعد الصديق إبراهيم ساعد فعل الصديق فاعل إذن ساعد الصديق أبا إبراهيمة رحب الجد بي ساعد الصديق إبراهيمة دخل الفرن لتخصني الفاعل إذن أبو إبراهيمة ثم سنمر السؤال الرابع سنضع سطرا تحت التوكيد وحدد نوعه التربية نفسها التوكيد لفضي وتوكيد معناوي التوكيد معناوي التربية نفسها التي يحتاج إليها الأطفال المدرسة المدرسة البيتية الثاني المدرسة المدرسة لفض جوج مرات توكيد لفضي اربط بسام كل جملة بما يناسبها ازداد التلميذ اجتهادا شربت كوبا من اللبني تمييز ملحوظ و تمييز ملفوظ تمييز ملفوظ تمييز ملفوظ تمييز ملفوظ تمييز وزن لا كيل ولا عدد او لمساحة ازداد التلميذ اجتهادا هذا تمييز ملفوظ شربت كوبا من اللبن شربت كوبا من اللبن تمييز ملفوظ ثم اعرب الجملة التالية استقبل المتعلمون المتعلمات في المدرسة اذا استقبل فعل ماد فعل ماد مبني على الفتحة الظاهرة على آخره هذا فعل ماد استقبل من استقبل المتعلمون المتعلمون هم الفاعل لا استقبله اذا المتعلمون فاعل مرفوع بالواو او الواو والنون مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم اذا جمع مذكر سالم ماذا استقبلوا؟ استقبلوا المتعلمات 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 مفعول بمنصوب بالكسر النائبة نائبة عن الفتحة لانه جمع مؤنت سالم في المدرسة مشروكة جار ومجرور اذا جار ومجرور اذا هذا هو الاعراب ندزل المجال الاملاء املأ الفراغة بهمزة القطع او همزة الوصل المناسبة اشترا اذا هنا بيناك تكون همزة الوصل وعارف القواعد اشترا اخي اذا لو بغينا نعرف همزة وصل و القطع ندره الواو اذا قدرنا نحيد همزة الوصل ادرنا معها الواو وبقيت بحل واخي و اخي اذا همزة قطع نقيم بالواو او لا بالفا فاشترا اقدرنا نستغني على همزة الوصل و اشترا اخي والهديثة او فالهدية اقدرنا نستغني على همزة الوصل اذا اشترا اخي الهديثة اشترا اخي الهديثة انا نطقها اشترا اكتب ابن او ابن في المكان المناسب نجح علي ابن محمد في الاختبار اذا عندي هنا اسم عالم واسم عالم و اكتربطه بينهما علاقة ان محمد هو الوالد وعلي هو ابن محمد اذا هنا تحييب الهمزة نجح علي ابن محمد في الاختبار عاد عماد القريتي اذا هنا عماد وهنا القرية عماد ابن القرية وهنا ليش تثبت الهمزة لان عماد القرية لا تربط بينهما علاقة قربة او علاقة نسب لان القرية ليست والد عماد وعماد ليس ابن للقرية ولكن غير كالنسبولي اذا عماده عاد عماد ابن القرية من المهجر املأ الفراغ بالالف الليينة المناسبة اشترى اذا هذا خماسي اشترى مصطفى هذا اسم خماسي او هذا اشترى المضارع دياله يشتري اهنا خماسي غجي فيه الف مقصورة هدايا عندي هنا فيما تكون عندي الياء كتجي معها الف ممدودة من دولة تركيا فيما تبال الياء كتجي معها الف ممدودة املأ الفراغ بالهمزة المناسبة عندي ساعة لا اذا مفتوحة وقبل منها مفتوح غجي فوق الالف رئيس مقصورة اذا غجي فوق الياء بطء قبلها سكون حي غجي فوق السطر وضوء هنا وضوء وضوء غجي فوق الوا وعليش لانها مسبوقة بضمة وضمة اقوى من الفتحة ثم المجال الاخر هو مجال الشكل وشكل الكلمات حسب موقعها في النص عندنا الطابع غرجع دائما لابنا ويعطونا الاعراب نرجع الجمال ان الطابعة اذا هذا غجي منصوبة ان الطابعة نغنجده لا على حسب النص غجي فيها همزة الوصل غجي بحل هك ان الطابعة فاذا غاب فاذا غاب وعدنا هنا بينين هذو لن يشعروا ثم وشكل الجملة التالية كما جاءت في النص اذا هنا عندنا اداة جزم اللي كتجزم عفوان جوجة الافعال المضارعة اذا اينما يهتم البيت بزرع محبة الوطن وحاسة الرحمة يفلح اذا هنا غنكتبوه يفلح في بناء عقليات متحدة ضي را تن اذا نعتابعي منعوتي في اعرابي اخيرا اخر مكون هو مكون التعبير الكتابي بلغك او بلغك خبر نجاح صديقك او صديقتك في امتحان الدورة الاولى للمستوى السادس ابتدائي اكتب او اكتبي رسالة الى صديقك او صديقتك تهنئينها فيها بمناسبة نجاحها او نجاحه مع تضمينها عناصر الرسالة الشخصية اذا عناصر الرسالة الشخصية كيكون دائما نكتبوه التاريخ بالتاريخ الارسال امتى والمدينة يعني كنكتبوه التاريخ والمدينة ضم العناصر الاساسي كيكونوا في الرسائل ثم كنكتبوه مثلا اسم وعنوان المرسل بالنسبة اللي كروا في المرجع الكتابي في اللغة العربية كيكتبوه هنا اسم وعنوان المرسل يعني متلا اسمية انا اللي كاتب الرسالة والكنيية الى والعنوان ديالي بالنسبة اللي اقراوه في المرجع الاخرى ما يتطرقوش لهاد الاسم وعنوان المرسل كي準備وه مباشرة ويكتبوه لمن الى صديقتها العزيزة وكتب اسمية او لا مهم ما كيدروا غير التاريخ ويلو كيدروا دخلوا فتحية بالنسبة اللي قلنا كتابي كيدروا التاريخ وكيدروا الاسم وعنوان المرسل اولى على الحساب عشان نعطاكم الأستاذ مهم انتم غتبعوا الطريقة اللي خدمتوا بها في القسم الطريقة او المنهجية اللي كتكتبوا بها الرسالة يعني يخصكم تضمنوا العناصر دير الرسالة لانه اصلا الى ما احترمتوش اللي احطولكم امتيحان وفيه رسالة راه هاد العناصر الى ما كانوش راه ماشي رسالة يعني ماشي موضوع وقيمشي لكم كل شي فزاره اذا انا خصني اولا التازم بالعناصر ديول الرسالة وخصني ندير واحد اللغة اللي تكون بينها لغة سليمة وخالية من الاخطاء نتجنب تشطيب وتكون الورقة نظيفة وواضحة ونستعمل علامات الترقيم المناسبة ومنخرش على الموضوع ماشي وما قال يكتب لي رسالة كتنقو بها على النجاح دياله انا نهنقو على عيد ميلاد دياله بمناسبة عيد ميلاد دياله يعني نلتازم بالموضوع اللي اعطاهم اذا انا غان نعطيكم مثلا نموذج بحل مثلا هنا المدينة انا غان نكتب تاني مثلا شي مدينة اللي انا ساكن فيها بحل دبا مثلا نكتبه الصويرة مثلا او لا الجديدة او لا اي حاجة اي مدينة اللي احنا كنتواجدوا فيها وكنكتب تاريخ تاريخ ديال اليوم اللي سرا كنكتب فيه كنجي هنا كنكتب اسم وعنوان المرسل مثلا انا كنت مثلا غندير عماد شكنية كنية ديالي مثلا مثلا غندير ساكن بحي شي حاجة مثلا زنقة شي حاجة رقم الدار شي حاجة مهم هدوك البيانات ديالي وغانجي هنا وغانكتب لمن مصيفة الى صديقي العزيز شكون هدك الصديق او الصديقة ديالي اللي غادي نكتب ليها وغانجي هنا وكنكتب تحية طيبة وبعد كندير فاصلة وغادي رجع وغانكتب بمناسباتي نجاحك في الامتحان فاصلة يسرني ويسعدني أن أكتب لك اليوم لأعبر لك عن مشاعري سروري وفرحتي بهذا الفوز العظيم لطالما كنت مثالا للتلميذ النجيب فاصلة المتفاني في دراسته وتحصيله وتحصيله فاصلة وإصرارك هذا وإصرارك هذا لن تكون له إلا نتيجة واحدة ألا وهي التفوق والفوز بالمراتب الأولى فهنيئا لك فهنيئا لك ولأسرتك بهذا النجاح مع متمنياتي لك بالتوفيق الدائمي بالتوفيق الدائمي بالتوفيق الدائمي في مصارك الدراسي سلامي سلامي إلى كافة أفراد الأسرة الكريمة والسلام هنا نكتبش كل صيفة صديقك ونكتب اسميتي أنا اللي كتبت الرسالة إذا كان هذا فقط غير نموذج للاستئناس جندمتم في رعاية الله وإلى المنطقة بحضوره